مشاهدينا بايكينج ان لبنان هو عنوان كتاب جديد للمصور المحترف والأستاذ الجامعي مشاهد سهيل سمعنا أهلا وسهلا فيك ومبروك الكتاب يلي اليوم رح نحكي عنه أهلا وسهلا فيك أستاذ سهيل نعرف أنت عاشت تقريبا حياتك كلها بالخارج صالك 6 سنين تقريبا بلبنان وحبت تتعرف على لبنان أكتر وتعرف العالم أيضا من خلال كتابك بايكينج ان لبنان خبرنا عنه أنا عشت للترباع حياتي برا وما بعرف في كتير طرقات لما تركت لبنان كان مقصم لبنان بقى في قسمي كبير من لبنان ما بعرفه بالمرة بقى لما جيت لهون كنت مقرر بدي اكتشف لبنان بس بدي اكتشف لبنان على طريق دي كوني أنا دراج وكوني مصور وكوني بحب المغامرة خلطت هالثلاثة بمشروع واحد وعملت الكتاب بايكينج ان لبنان يلي برمت بلبنان كله من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بكل المناطق بلبنان وعملت هالمغامرة وبدي شارك فيها هالناس يلي بيحبوا المغامرة كمان ويكتشفوا لبنان وليلي ما بيحبوا المغامرة لازم يتعلموا ويغامروا بحياتهم لحتى يوصلوا لأهدافهم بدنا نحكي انه اجتازت مسافة 22 ألف كيلومتر لحتى نحصل على هيدا الكتاب خبرنا عن هالتفاصيل كلها وبيقدي وقت المشروع بلش من سنتين اكيد الفكرة كانت موجودة من اكتر بكتير من سنتين بس على الارض بلشت اشتغل من سنتين عليها وبزرف سنتين برمت بكل لبنان هالطرقات اللي اخدتها مش كلها موجودة بالكتاب بعد في كتير طرقات تاني بعدها بتجي بمشاريع تاني بعد بس اللي بيطلعوا تقريبا شي 22 ألف كيلومتر اكتشاف لبنان اكتشاف مناطق لبنان اكتشاف العالم اللي عايشي بهالمناطق بلبنان الحلو في هالناس اللي ساعدتني فيه هالناس اللي عايشي بهالضيع البعيدة لحتى تدلك لحتى يعني اكيد بدك حتى يساعدك خاصة انك عاشت فترة طويلة خارج لبنان هذا كان شي كتير حلو المساعدة اجت من الناس ومن كتير نوادي موجودة بلبنان النوادي اللي هي نوادي دراجين وهالرياضة هايدي عم تكبر بسرعة كتير بلبنان عم تتنايمة فعلا وعم تتنظم وعم تتنظم بطريقة كتير حلوة واكيد مثل كل رياضة في الى طريقة معينة لوحد يعملها يمارسها يعني 22 ألف كيلومتر يعني هايدي مسافة ابدا مش هيني زرت عدة مناطق ردت تقلنا شو هي المناطق اللي زرتها واي منطق تركت هيك اثر فيك كمان كل منطقة تركت اثر معين لقلق الجمال بلبنان شيء واحد ما بيقدر يفسره حتى بالكلام جربت فسره بأكتر ما فيه من خلال الصورة وبعد في مشاريع تاني بدي يفسر عنها كمان من خلال الصورة كوني انا مصور لكن هالجمال اللي موجود عن جد انا سفرت وينما كان سفرت كتير بلدين وهالجمال اللي موجود مش عم بيحكي بس من الطبيعة عم بيحكي من لما احكي جمال عم بيحكي جمال الطبيعة وعم بيحكي جمال الناس يلي موجودة بهالضيعة الحلوة هالضيعة الصغيرة يلي بوصل كل ما بعرفهم بيشرب ما بيضيفوني قهوة وبقعدوني وبدوني يغدوني وبدوني يعشوني بعد شوية ينايموني عندهم هيدا شيء كتير حلو ما بيتلاقى ببلدين برا بقى هيدا شغلي كانت كتير حلوة بقى لما احكي عن هالجمال اللي اكتشفته بهاتنين وعشرين ألف كيلوماتر هو هيدا الجمال جمالة الطبيعة والعالم يلي موجودة في لبنان أقول لك سهال لأنك عاشت فترة طويلة من حياتك هالرجل لبنان بتعرف قيمة بلدك بتعرف قيمة لبنان وبتعرف فعلا أنه بتعرف قيمة الشعب اللبناني وروح اللبناني ونفسيته رغم كل شو بدنا نشيل عجانة بالسلبيات بس عن جد اللبناني بيظل مميز عن كل العالم هايك بتقول طبعا اللبناني في عنده الضيافة طبعيته اللي مزبوط مميزي من وين ما كان بالعالم يعني هايدي شغلي كتير حسيت فيها خصوصا أني كنت عايش بره مش عايشها مزبوط بهالشغلي أكيد نحن وصغار كانوا أهلي بيتهم مفتوح بهالإشي هايدي بس بعدينها رجعت عشت بره وخلص راحت الإشي وصرت أعيش بالطريقة اللي بيعيشوا فيها راجعتي على لبنان أكيد رجعت عشتهم رجعت عشت هالناس اللي بيحكي معي يمكن بقعد معا ساعتين ما بعرف اسمهم حتى وهالإشي حلوة كتير لو واحد يعيشها وهيدا اللي جربت شاركه من خلال هالكتابي يعني بعد عسنين الكتير اللي عشت خارج لبنان شو كان السبب الأساسي اللي خلاك ترجع عملت خدمتي بره عشت 23 سنة برهات لبنان واخد قرار خلص صار لازم أرجع عبلادي لازم أرجع أسس حالي ببلادي ما راح ضل غا مخترب كل حياتي وهيدا كان القرار صعب لأنه من ناحية الشغل كان الظروف الشغل ما بتسمح كتير لواحد صعبة بلبنان بس مع هيدا وكله اجتماعيا قرار تعيش بلبنان رجعت قريب على أهلي قريب على أصحابي قريب على ذكرياتي وهيدا شغلة بتقوي الشخص من عدة نواحي يمكن ما تحسسوا بالانتماء أكتر والانتماء بيعطي قوة للشخص طبعا إذا الإنسان ما عنده انتماء ما قلو وجود صحيح يعني بنفهم إنه هيدا الكتاب بيجمع المغامرة بيجمع التصوير حضرتك استاذ جامعي أيضا وأكيد بيجمع الرياضة قدي هوني بدنا ننشر ثقافة رياضة الدراجات بلبنان كيف بدنا ننشرها بطريقة واعية للأسف النظرة يلي تلكتربيع العالم عندهم إياها عن الدراجين بلبنان منها النظرة المزبوطة للدراج الدراج هدي رياضة بس بنفس الوقت في إلي قصص معينة لواحد يتبعها والأكترية ماشية فيها والعالم اللي بتسوق دراجين دراجات هني ناس مرتبة مثلنا مثل الكل مش لأنه في كم واحد بيطلعوا بيسوق وبيقبوا بيعمل مديون شغلة على الطريق وبيخاطر بطريقة السواقة يعني كل الدراجين صاروا ما بيسوق هيدا الكتاب يمكن بيساعد نوعا ما لنفرجي هالميلي اللي المنيحة الإيجابية دبع الدراجين اللي هي اللي لازم تكون طاغية من ناحية النظرة اللي عنا إياها تجاه من الرسائل المتوفرة بالكتاب أيضا الوقاية بالكيادة كمان يعني كمان عم اتواعي كل اللي بيسوق يمكن هالدراجات انه في متما قلت قصص معين اللي لازم يتبعوها اللي يحافظوا على سلامتهم وسلامت غيرهم كمان مضبوط مثل كل رياضة حيالها رياضة منلعبة إن كان بدنا نعمل سكي شو ما كانت الرياضة إذا ما بنلحق قصص معينة بهالرياضة بنكون عم نحط حياتنا بخطة معايير سلامة معينة الدراجة هي نفس الشي في عنا قصص معينة لازم نخدها بعين الاعتبار كرميل لان سوق الدراجة قبل كل شي هي الحماية حماية الشخص بحد ذاته لأنه مضبوط نحنا ملنا بسيارة نحنا محميين ملنا كتير محميين ملنا محميين كتير بقى على القليلة نحمي حالنا بالتياب اللي بنلبسها بالخوزة بالصبات اللي بنلبسه كلها الاشياء وأكيد طريقة السرعة طريقة السرعة نعم السرعة كمان خطرة بس إنه مرات السرعة مثل ما واحد بحب هي رياضة من نهاية في محلات معينة واحد في يسرع فيها بس مش يسرع وين مكان لازم نسرع بالوقت بالمحكان والوقت المناسب هوني ترجع للخبرة واللقصص يلي الواحد بيكون مؤسس حالو عليها بنحكي عن الويبسايت اللي هو كتير مهم للنافيكيشن يلي هو يعني النافيكيشن يلي بيرافق الناس لحتى يرشدهم للمناطق والطرقات تخبرنا عن النافيكيشن الويبسايت www.bikinginlebanon.com يلي هو اسم الكتاب نعم الويبسايت هو كينية عن عدة الطرقات الموجودة بالكتاب اللي هن 30 طريق نكتشف من خلالهم لبنان بهالويبسايت في الواحد يفوت عليه إن كان معه سيارة أو دراجة بس فينا نكتشف لبنان بكله من شماله لجنوبه من خلال هالكتاب إذا بنفوت على الويبسايت وبنتبس على الطريق اللي بدنا نخدها ومن خلال هالطريق هي بتخدنا على جوجل ماب أو إذا واحد عنده جي بي اس بيقدر يعمل له داونلود لينزل الطريق على جي بي اس ويقدر يمشي من خلاله على الطرقات اللي حطينا بهالكتاب بكرة عجد كتير حلوة وأصلا يعني بعتقد هذا الكتاب لازم يكون موجود ببيت كل الشخص لأنه مثل ما نحنا الليبنانية ما سافر لبرة ومنحب نغامر وانكتشف البلدان ببرة نحنا الليبنانية كمان لازم نفوت بهذه المغامرة لأنه عجد في مناطق كتير حلوة بلبنان نحنا شخصيا ما بنعرفها يمكن لأنه مش مضويين عليها فعجد لبنان ما في أجمل منه صحيح هوني عجد في شليفة بدوم صوتي لقالك أنه لبنان قدامة صحته جغرافية صغيرة نحن عرفها ونتفاجأ يعني بس نشوف صور منقول هيدا عنا بلبنان إنه نحنا عنا هيك مناظر بلبنان موجودة وفعلا عنا عنا إش عن جد خلابة يعني واحد ما في فسرة الجمال طبعولة واحد ما في فسرة بحس حاله بغير دنيا مش عم بحكي بغير بلد عم بحكي بغير دنيا بحس حالو فيها نحنا تعودنا من خلال الحرب من أسباب عدة إنه تعودنا كرميل لنقدر نشوف مناطق حلوة عم بنسافر لبرة لكن بتصور لازم كل شخص يعمل مجهود صغير ويرجع يكتشف شوي بلده مش يعني ما يسافر بس على القليلة يعمل مجهود شوي ويكتشف هالبلد اللي فيه جمال غير طبيعي شكرا لقلك أستاذ سهل سمعان كل توفيق لقلك تسلموا شكرا لقلك شكرا لقلك شكرا لقلك